اشتركوا في القناة حديثا واسعا على منصة التواصل الاجتماعي حيث يتدول الناس فكرة مقطعة اقتناء البيض نتيجة للتسارع في ارتفاع صحرها ويؤكد المطلقون لهذه الحملة ان ثمن البيض الذي وصل الى درهم 71 سنتيما خارج استطاعة الكثيرين مع التوقعات بارتفاعه الى حاجز الدرهمين خلال شهر رمضان وتعليقا على هذه الدعوات للمقاطعة الافتراضية يؤكد فعالون في مجال انتاج وترويج البيض ان ثمن هذا المنتج قد بلغ ذروته ويتوقعون ان يشهد انخفاضا خلال الاسبوع الثاني من رمضان ويدعون الى توجيه الشراء والاستهلاك بشكل يحافظ على توازن السوق ويضمن توفير البيض للمواطنين باسعار محقولة